اشتركوا في القناة ولا تسكي الحرث مسلمة اللاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون لا ذلول هذه هي قراءة الجماعة على أن لا هاهنا نافية وليست عاملة ناصبة وقرأ شذوذا لا ذلول على أن لا هاهنا هي النافية للجنس فالاسم الذي يكون بعدها يكون مبنيا على الفتح في محل نصب إلا إذا أضيف فيكون منصوبا وكذلك إذا كان شبيها بالمضاف على ما عرفناه في قوانين النحو وقوله ولا تسكي الحرث هكذا تسكي بفتح التاء هي قراءة الجماعة وهي من سقى يسقي وقد جاء هذا الفعل في القرآن الكريم على أنه ثلاثي وعلى أنه رباعي ومما جاء على أنه ثلاثي قوله سبحانه وسقاهم ربهم شرابا طهورا ومن الرباعي قوله سبحانه وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدق من أسقى يسقي وقل أن أسقيكم ونسقيكم كما سيأتينا بإذن الله تعالى في سورة النحل فها هنا قرأ الجماعة ولا تسقي وقرأ بعض أصحاب الشواذ ولا تسقي من أسقى يسقي وقوله سبحانه قالوا الآن جئت بالحق هكذا قرأ جمهور القراء قالوا الآن ومن القراء من قرأ قالوا قالوا لانا هكذا بحذف الهمز ونقل الحركة إلى اللام وهي قراءة ورش ولكن الواوة تبقى محذوفة ولا يعتد بهذا العارض فيقال على هذه القراءة قالوا لانا وهناك من قرأ بإثبات الواوي غير معتد بالأصل وإنما راعى العارض فقرأ قالوا لانا هكذا على حد قول الشاعر فبح لانا منها بالذي أنت بائحه فأبقى سكون الحاء والأصل فبح الآن ولكنه اعتد بالعارض ومن القراء من قرأ قالوا آه الآن جئت بالحق على أنه بالاستفهام وقوله سبحانه فذبحوها هذه هي قراءة الجماعة وقرأ تفسيرا فنحروها وما كادوا يفعلون وقوله سبحانه وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فراءة الجماعة فادارأتم هكذا وقرأ فادارأتم من غير مفاعلة وقرأ فتدارأتم وهو أبين في المفاعلة أي تدافعتم وهذه المادة معناها الدفع ومنهم من قرأ فادارأتم إلا أنه خفف الهمز فقال فادارأتم وقوله سبحانه والله مخرج ما كنتم تكتمون هكذا بالتنوين ومنهم من قرأ بالإضافة وهي قراءة شاذة فقرأ والله مخرج ما كنتم تكتمون وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه شكرا